شكرا جمالا شكرا أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا وفي كلمة وقهها للشعب الروسي شدد بوتين على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية مواضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وطالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم مشددا على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية مشيرا إلى أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم مضيفا أن العالم سيحسب روسيا وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطوليو جوتيريش نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب باسم الإنسانية وقال جوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يونس السولتنبرغ بقوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا مؤكدا أن أعضاء الحلف سيكتمعون لبحث التعامل مع واقب الأعمال العدوانية التي أقدمت عليها موسكو وفي بيان له أكد الأمين العام للحلف أنه رغم التحذيرات المتكررة اخترت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة داعيا موسكو إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأضاف السولتنبرغ أن الحلف سيكتمع للتصدي لأعمال روسيا العدوانية مشددا على أن الحلف يقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب وسيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوية والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية وأفادت إحدى الوكالات الأوكرانية برطا هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إزال في مدينتي أوديسا وماريابل السحلتين في الجنوب كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركب لمطار بروس بيلس في كييف عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا واتهمت وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو خلال الاجتماع موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمام أعين العالم فيما حث سفير ألمانيا روسيا على وقف تحركتها العسكرية ضد أوكرانيا على الفور وسحب قوتها كما أكد سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة أن روسيا أعلنت حربا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها ومن جانبه أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة أن ما يحدث ليس حربا وإنما عملية عسكرية مبررا العملية الروسية بموجب المادة الحادية والخمسين من ميثاقي الأمم المتحدة انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل